لذلك نحن بدنا مثل ما قال الله يرحمه شيخنا بدنا شيخ جديد قال يا ابني نحن بدنا شيخ جديد بدنا شيخ حكيم بصيرته بعيدة نظره ساقب قلبه كبير هاي أهم شيء يعني رباني قلبه كبير ما بيخنق الناس موضوعي يعطي الأمور حقه ما بيتأثر لا بيعاطفته ولا بيعواطف الناس لا بالمؤسرات الخارجية ولا بالمؤسرات الداخلية إن شاء الله سنعمل لازم نعمل درس على الموضوعية ومكانتها في الإسلام وشلون حصل يعني الخلل من أين أتى طيب فإذا نحن حقيقة بدنا شيخ جديد وهؤلاء البطيئي التفاعل إذا أنت على فرق على فرق إذا أنت طلعت بفكرة من الأفكار إذا أنت طلعت بفكرة من الأفكار يعني اجتهاد فقهما أو نقضت الفتوى من من سبقت من الفقهاء فقه عنده فتوى فتوى غير صحيحة مع أنه الفتوى مثلا قال بها الشافي مثلا مالك وأبو حنيفة وأكثر أغلب الفقهاء فأنت قلت والله غير فتوى أنا يجب أن أراجعها مسألة لازم راجعها هذون اللي بطيئي التفاعل فورا بكل قوة يقفون بوجهك أيها السافل أيها الناقص أيها الجاهل أنت أفهم ولا هنين أنت أنت عندك موهبة أكثر بالفقه ولا هنين أنت أعظم ولا هنين أنت كذا أنت كذا أنت تحقير 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 مطلق لي ليش بيكون أمر مسألة فرعية طبعا ما عم نحكي على الأصول أبدا مسألة فرعية تماما أنت كذا أنت كذا مثل مسألة حكينا لكم من قبل قتل المرتد قتل المرتد طيب قتل المرتد نحنا بحثنا ما نحن رجع نعيد كان مسألة يا أخي طب رجع أبحثها هذا المرتد اللي قتل هو اللي إيش أه اللي ارتد ووال الكفار على المسلمين يعني أي قضية سياسية أو رفع السيف بديو يعمل ثورة ارتد وبدو يعمل ثورة الحادية يعني هذا الذي يقتل مسألة سياسية ما إنسان ارتد في نفسه يصطفل لا يكراها في الدين قد تبين الرشد من الضي بترجع على كتب الفقه ما هي مع الأسف أي قدل حتى ما عليش خلينا نحكي بهذه المسألة مع الأسف هاي مسألة هي بتدبح القلب حقيقة مثلا الصلاة ترك الصلاة الشافعية والمالكية أنا بحب إمام مالك كثيرا لكن به المسألة غريب وإمام الشافعي أنا من يعني معجبين جدا جدا به أنا بيجي وعد لك بيقول لي مين أنت لا تعجب به أصلا ما لك أهل لا تعجب ولا أصلا الناس مع الأسف هذون الفقهاء مسألة بيقولوا قال مما علم من الدين بالضرورة قتل هذا متن عند مالك أظن قتل المرتد قتل تارك الصلاة لكن حدا لا ردة يعني منعتبره مسلم بس شو شخته قتل كان عندهم شو بشو السيف يعني حطه وطع راسه يعني داعش طيب تارك الصلاة كاسولان إيه طيب يعني عم يقول لك الله يتوب علي ما في همي على الصلاة إيه اتبحوا إيه الله أكبر طيب هذا حد قتل نفس ما موجود بالقرآن قتل نفس قتل نفس مسلمة قتل نفس مسلمة أنت عم تقول هي مسلم لا يزال مسلم لأنه تكاسنا لا إنكارا قتل نفس مسلمة ما موجود في القرآن ولا موجود في السنة ما في حديث قتل أن النبي قتل تارك صلاة طيب يا إمامنا الشافعي منين جبت الفكرة ما عليش خدني على دعالي أنا هيك عاليمي بس ما عليش ما بيحق لي تساءل لا ما بيحق إلا لا 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 أسكت خلص مع الأسف هدون الفقهاء اللي بدون يدمروا الإسلام نيجبت رجعت لك كتب الإمام الشافعي قاس الإمام الشافعي على تارك الزكاة قال أبو بكر قاتل تاركي الزكاة والصلاة قدمت في القرآن على الزكاة فمن قياس الأولى قتل مين تارك الصلاة يا أخي الله يرضى عليك القياس كله خطأ هاي الحقيقة هاي الحقيقة يعني لو ما قرأت كتب الشافعي كلام الشافعي تأكدت منها ما بصدق إنه الشافعي هتكلم هيك كلام أولا اللي تركوا الزكاة أنكروها إنكارا هاي واحد اتنين جيشوا الجيوش لقتال الإسلام دون يعملوا ردة وثورة حروب الردة حروب ثورية هي حروب على ثورة الإلحاد أو ثورة العودة إلى الجاهلين ما هي قضية إنه والله واحد ما طلع زكاته شو هاي الكلام يقتل حتى الحنفية بيقولوا لا يقتل يعزر يعني هذا النسبة أنا اللي عم بتكلم معكم لكن الحنفية أيضا ردوا نفس هذه الردود كيف يقتل يعني هذا منين الحد يعزر لكن مشكلة عندهم التعزير أحيانا بيصلى القتل لكن قالوا يعزر تارك الصلاة كاسلون يقتل وين لا يكراها في الدين؟ قال لا تراجع ولا تحكي إذن أنت عم تعتقد بعصمة مين؟ الفقهاء والمجتهدين قال لا لا معصوم إلا النبي أنت عم تقولها لكن ضمنيا تعتقد بعصمة المجتهدين قال أنت ما لك حق ترد المجتهدين اللي بيردوه طيب مجتهد متى يصير مجتهد؟ أنتوا بتقولوا المجتهد إما يكون عنده ملكة اجتهاد يعني فتح إلهي من جهة ومن جهة ثانية عنده أدوات الاجتهاد طيب على فرض على فرض مو أنا إنسان درس كما درس الشافعي على المستحيل ليش مستحيل؟ بالعكس الأمور بين أيدينا أيسر بكتير من الأول إذا إنسان درس كما درس الشافعي و الله وهبه أكتر مما وهب الشافعي يعني شو بس للشافعي الوهبة؟ طيب هذا إذا جمع حتى تنتين وطلع بده يجتهد بتحقره وبتزمه وبتطحنه وبتمسح فيه الأرض وبتجعله مرتد وبتجعله بتقول عنه هذا وهابي كمان يمسع هو وهابي النوع بده يميع المذاهب أو بده هو عملك هاي مسألة فرعية أنا بدي يراجعها أنا وجدت إنه المسألة فيها خلل بالاجتهاد طيب لماذا المجتهد أفتى بهذا الاجتهاد؟ هذه مسألة ثانية تمام ليه بده درس طويل المجتهدين في أمور أثرت عليهم بالاجتهاد بالفروع بين أوصين دائما الكلام على الفروع في أمور كثيرة أثرت فيهم كثيرة جدا أمور أثرت بهم السياسة أثرت الوضع العام للمسلمين بيأثر قوة الإسلام بتأثر بيحكي من منطق قوة غيرها ما بيحكي من منطق ضعف في كثير مؤسرات هاي قضية بتعلق بالموضوعية في كثير مجتهدين وفي أمور مجتماعية يعني كانت مفروضة عليها فاجتهدوا بهذا الاجتهاد أما تأتيني تقول لي هلأ لا تسمح لإنسان أنه يجتهد باب الاجتهاد لم يغلق وإلا أنت عم تدمر الإسلام نرجع لهدون الفقهاء اللي ما عندهم تفاعل إذا طلع فقيهما وأفتى بفتوى كان في الشيخ مصطفى الزرقى هذا أمر معاصر يعني بالقواعد الفقهية مو مصطفى الزرقى في مسائل بالتأمين أفتى بالتأمين تأمين الأمور هي طلعت مسألة التأمين فأفتى بجوازها مو هي؟ أفتى بعدة أمور لا سيما بالمعاملات المعاصرة يعني أو الأمور التجارية أفتى بعدة مسائل أول ما أفتى دون الفقهاء التفاعليين شو كلهم صاروا ضدوا أنت ما بيصير ومين أنت اللي تجتهد وهذا الكلام مخالف وهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام عشر خمسة عشر سنة صاروا هني المشايخي درسوا فتاوى مصطفى الزرقى ليه؟ لا أخي ما لا مندوحة عنها يعني مستحيل ما بتقدر إلا تمشي هيك وما فيها مخالفة يعني في عنده دليل وإن كان الدليل مثلا بحسب رأينا مرجوح لكن في شي اسمه دليل ونحنا بحاجة إلى فقفتوا بها وصاروا يمشوا معها ليش من البداية طلعتوا عن دينه وكيف عم تخالف الجمهور وكيف 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 وهلأ لما هيك مشكلتنا بعدم ايش؟ دفاعوا فالله يعافينا فإذا إسلام ليس بحاجة إلى نظرية المعبعدية ليش؟ لأنه منضبط ومرن منضبط بالأصول ومرن بالفروع واقعي وتواكبي هذه الأمور قطعا ما فيها أشكال أبدا وهي ظاهرة جليل لكن بحاجة لمجتهد ايش؟ يكون حرك ولابد أنه يوقفوا بوجهه لابد أنه يحاربوا لكن بعدين بيستسلموا بقولوا صح؟ هذا الكلام صحيح وقس على ذلك قس على ذلك ما كان شيخنا الله قدس سر ويقول لي أبني ما الفائدة من الخلاف السن الشيعي؟ ليش ما ننسى الماضي ونمشي؟ ليش ما نتعاون مع بعض؟ ليش ما نقعد مع بعض؟ ليش ما نتحكي مع بعض؟ ليش ما كل واحد منا يتقرب من الآخر؟ نحنا مسلمين وهنا المسلمين طبعا أصحاب المتعصبين وعلى صغائر الأمور يقيموا القيامة بيحطوها بيطلعوا بيكفروا بيزي بعدين في النهاية اللي كانوا يعارضوا أنا بعرف ماتي أذكر أسماء لأنه أسماء كبيرة قبل وفاتهم صاروا يمشوا بهالمجال الخط هنين كانوا أكثر المعارضين لشيخنا ثلاثين سنة يعارضوا شيخنا مسألة الحواز السن الشيعي بعدين والله مزبوط شوه لنتم عم نتقاتل مع بعض ما بيصير بالفعل ليش ما نضم قوة إلى قوة؟ وهذا هدف الإسلام وليش ننحي الخلافات القديمة وليش كذا؟ والله صحيح الكلام إيه انت بعد إيه انت بعد ثلاثين سنة عم عم تحارب هالمسلم بعد ثلاثين أسماء كبيرة فإذا مشكلتنا بإيش؟ عدم عدم التفاعل الشيخ الجديد اللي يبدو يا شيخنا هو سريع التفاعل سريع التفاعل الله يتبع علينا ويغفرنا ويعفو عنا إنه سميع قريب شكرا